نواصل حل التمارين كتاب مدرسي ونحن اليوم مع التمارين في الحقيقة في عدة ملاحظات التمارين هو 64 إشارة كثيرة العدود في عدة ملاحظات الملاحظة الأولى هذا التمارين وين تسحقه في الباكالوريا؟ سيكون سؤال جزئي داخل الأسئلة ستعلم الاشتقاق كتحسب المشتق تلقاه كما هكت تسحق الإشارة هذا الجزئية رقم واحد جزئي رقم اثنين هذا درجة ثانية هذا درجة ثانية وفي الحقيقة هذا درجة ثانية وهذا متطابقة شهيرة تخرج في درجة ثانية كي تخرج هنا كذلك عم مشترك تجيك درجة ثانية والدرجة ثانية تتحكم فيها ملخص حالة 64 إشارة جداء دوال تالفية من الدرجة الأولى مختلفة هناك طرق كثيرة كان حتى طريقة الحاسبة طريقة الأولى تحليلهما إلى جداء عوامل الدرجة الأولى تخمين بيانه وش قصدي؟ قصدي خلاصة هذه هذه معادلة من الدرجة ثانية إذا كان اموجب متجه للأعلى والعكس بالعكس دلتا وش يدير دلتا؟ إذا كان سالب لا توجد نقطة تقاطئ إذا كان معدوم توجد نقطة واحدة إذا كان موجب تماما كان نقطتين وهنا ثانية كيف كيف تحتاج هذه الخلاصة كذلك كان عنوان هني دايلو هنا ما تلقاه ربما في أماكن أخرى لأنه ثمرة بحث هني دايلو هنا وكان مشكلة في هذا العنوان بالنسبة للتلامير كان واحدة المشكلة نعطيكم تمرين كان حليته معليش كان حليتهش حاجة أخرى كان تمرين سهل جداً هذا التمرين هذا التمرين هذا التمرين سهل جداً يبان واعر صحوة سهل سهل كونت فهم كفشا كونت فهم الطريقة التاعي كونت فهم الطريقة التاعي كونت فهم قال لك ميلادي 2020 أمازيغي هجري استقلال استعمار وشن السؤال هنا في دقيقة واحدة أدرس إشارة كيف راح تدير تدرك وشن الأفكار اللي عندك الطريقة اللي لك متعلمها أطروح تدير هذا في خانة وهذا في خانة وهذا في خانة وهذا في خانة وترتب الأعداد تصاعدي معركة حسابات ويجي واحدة جدول لهم كذب علي واحدة نقطة تعال لهم إن كان هذا السحران فأبطله يجي النقطة التاعي ويجي النقطة التحلل هذا يتحل في الزواج ثواني اطرتب هذه الأعداد تصاعديا اطرتب هذه الأعداد تصاعديا اطرتب هذه الأعداد تصاعديا ومبعد تخير قيمة للصفر ودير إشارة متناوبة هذا واسماه جداء دوالة آلوفية يتحل في الزواج ثواني راح يندير شوفوك فاشل النموذج تاعه اليوم راح ينديروا النموذج تاعه اليوم اذا هنا يارا عندي وش نقول في الثمين هدايا عندي وش نقول فيه نبدأ وبلولا انت هذيك فتخدمه تروح ندير الجدول كما هدايا انا ما ندير الجدول كما هكذاك عندي حبيتي كما هدايا نحله بثلاث طرق الجدول ها وراها قدامك هذي وانت العدم في الثنين هاي الثنين وهذي وين في نقص نصف واندي القطعه مكافئ وش عندي فوق تاحت فوق فوق تاحت فوق كان طريقة واحد اخرى اللي هي تاع دوالة آلوفية مباشرة هذا في هذا ينعدم هنا مباشرة ندي الزائد تاعك هنا ونقص هنا وزائد هنا الصفر وراها هنا جرب الصفر تلقاه سلب صفر هنا وصفر هنا تقعد نقص ثنيفات تقعد سلب أو سلب وتقعد هنا موجب سلب موجب موجب سلب موجب موجب سلب موجب زيت هذي وين تنعدم هذي كفة تغدامها نديلها في جدول صح جدول تطويل ما يخرج شو اليك ما يخرج شو اليك كونش فول ثمانية تاعه قبيل ذاكا كتكون واحدة زوج وثلاثة ربعة وخمسة ستة 6 خانات نديلك 10 خانات خمسة الفوق وخمسة التحت باش هذا الجدول تنحيه من رسك الجدول ما يخرج شو اليك وهذا البيان كذلك ما يخرج شو اليك تخرج عليك فكرة التناوب إشارة بي إكس متناوبة مباشرة مباشرة ندير الخانة نحيه المساعدة نحيه هذا وين العدم هنا وين العدم هنا وين العدم هنا ومبعد السفر هنا عد موجب موجب هنا متناوبة مباشرة 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 نقص ز ز كيف كيف من نوع السهل هذه تتحل في زوج ثواني تقدير طريقة ثالثة طريقة ثانية طريقة ثالثة نحي الخانات المساعدة هذه الخانات نحيهم مباشرة نحيهم وش تروح الدير هذي وين تنعدم هنا وهذي تنعدم هنا وهذي تنعدم هنا خلاص حوص على السفر السفر هنا عوض به تلقى عدد موجب جرب سفر و سفر و سفر نقص واحد زائد اثنين نقص ثلاث هاو عدد موجب لقيت موجب كي تلقى الموجب عود دير تناوب ناقص زائد ناقص تناوب متناوبة وخلاص طريقة ثالثة طريقة ثالثة الطريقة الثانية وراني نكلم فيك على الطريقة الثالثة تعجداء دولتها ألفية تقدر ديرها مباشرة طريقة ثالثة تحب تدير هذه من درجة ثالثة مع أنت حرف N ولا X مكعب معامله موجب مع أنت حرف N كان زوج N كان N المعدول و كان N المقلوب يجي حرف N مقلوب كيف تعرفوا؟ شوف معامل أكبر درجة إذا كان موجب حرف N معدول إذا كان سلب حرف N معدول إذا كان سلب حرف N مقلوب ودير ناقص زائد ناقص زائد وهذه الناقص زائد ناقص زائد هي هذه زيد هذه هذه الفكرة ما هي؟ الفكرة أن هذه موجبة تماما مغلطينك بها بارك مكبرين بها الأدد و هي تتنحى و هي تتنحى و هي تتنحى و X مربع جدر ثلاثة مربع متطابقة شهيرة و هي وره ما هي معنى أكبر ناقص زائد ثلاثة و زائد جدر ثلاثة و زائد جدر ثلاثة و الدي قطعه مكافئ زائد ناقص زائد إذا لو بحاجت إشارت اشارة اكس مربع نقص ثلاثة. انا قلت بالليقة هذه فقط هي نفسها. لان هذا العدد موجب تماما. هذا العدد موجب تماما. فقط تحذير. هذا العدد موجب تماما. حذاري اياه. راح كان مثال واحد اخرى او جاي يكون اكس مربع واحده. ندلو حسب الصفر. او مش موجب تماما. موجب او معدوم. ايدي دينا مثال كما هكذاك. المهم انا سوهمنا في هدايا. نروح نشوفو هدايا. هذي متطابقة شاهرة. ديرها اكس رابعة ديرها اكس اثنين نقص واحد اكس اثنين زيزد واحد. ومن بعد هذي ما تأثرش منذ قليل تكلمنا عليها. موجب تماما. مع انت اشارة هذي اشارة اكس مربع نقص واحد. و اكس مربع نقص واحد. هي اكس زيد واحد في اكس نقص واحد. دينا بقطع مكافأ. ولا ديرها بجدول. ولا ديرها دول تالوفية. تنعدم عند النقص واحد وعند الواحد. تخير الصفر تلقيه السلب. وبعد ندير تناوب. نزيد نشوف هذي. نزيد نشوف هذي. هذي تخرج اكس عمل مشترك. وتعود تنعدم في الصفر وتنعدم هنا. تنعدم في الصفر وتنعدم هنا. ستحوص على الصفر هنا. هاو الصفر. ما لا ما يخرجش لك الصفر هنا في الاختيار. مليح. هذا مثال مليح نقضي النقشه. شفتوا قبيب اللي كنت خير في الصفر. ما هو الصفر. خير مياه. خير مياه. خير مياه. مياه. مياه ونجي. جينا. جرب المياه هنا. موجب ونموجب. صفر المياه موجبه. تناوب. مرة زيد مرة نقص. زيد. مثال السبع. مثال السبع اللي قدتكم عليه. هناك تخرج اكس مربع. راح قادر يكون موجب قادر يكون سلب. ولهذا الموجب هنا يا. ندير له. نقص Hack 3 هاهو الجدول إشارة تعه. والشعرة أكس مربع هاي موجب أو معدومة. موجب أو معدومة. سرحي هنا يا؟ نفضل خانة إضافية.ني كينا حاجة. نفضل خانة إضافية لإشارة اكس مربع ع هو اكس مربع حتى وسهلا زائد سفر زائد. ليس تغلطه على. لأنها ستنعكس على إشارة هذا لأن الإشارة تنعكس عليها. لاحظت سابقا اللي قلت لكم عليها قبل كانت عدنا اكس مربع زي اثنين موجبه تماما والآن اكس موجب او معدوم. هذا لي من هذا الاختلاف. فقط انت وش تروح تدير عندك بي اكس هو هذا. وش تروح تدير دير خانة لهذا وخانة لهذا. واخدم. وكاين مهارة التلاميذ اللي رام يتبعوا في تجربة الساتذة يعرفها. هنايا هنايا. او حرف ان. او حرف ان. الصفر مرتين. هاو الصفر مرتين. وهذا الادد مرة واحدة. هاو مرة واحدة. كاين اللي يعرف للمهارة. تعلمناها في التمارين السابقة. زيد شكرا الملاحظات. هنايا نختم بلاحظ جداء دوالة الوفية من الدرجة الاولى ليست مختلفة. هنايا كتقول اكس في اكس فيه هدايا. وش حبيتم نقول هنا. حبيتم نقول لكم هادايا. هادايا معا. معا. معا هذا. هذا جداء دوالة الوفية. اه. غير متساوية. ملاحظة عن اهداف التمارين. التمارين اربعة وستون صفحة سبعة وخمسون. مثال جيد عن عيب الصغة اللغوية القابلة للتأويل. اشارة كثير حدود في الصغة المحللة. يقول الى اشارة دوالة الوفية. مختلفة او ليست مختلفة. التمارين خمسة وستون صفحة سبعة وخمسون. هدفه دراسة اشارة كثير حدود من الدرجة الثانية. او ثلاث الحدود في الصغة المنشرة. بيانيا. من اشارة معامل اعلى درجة. واشارة المميز. نحدد احد الوضعيات الستة. ثم نستنتج الاشارة. اه. تم شرح. وحل التمارين. اه. اربعة وستون. اشتركوا في القناة.